السلام عليكم مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام اليوم ان شاء الله سنتحدثوا على حساب توفير سنتحدثوا على مميزات دياله وسنتحدثوا على أفضل بنك يمكن لكم تفتحوا به حساب توفير الخاص بكم إذن كتعرف لهذا حساب توفير هو عبارة عن حساب بنكي مخصص فقط للتوفير وليس للتعامل التجاري أو أذاء فواتير وديون وغيرها يعني لا يمكن لك أن تخلص به الفواتير ديال الكهرباء الماء أو الهاتف ولا يمكنك كذلك طلب دفتر الشركات أو الاستفادة من أي خدمة عن بعد بمعنى أنه ممكن لك تصفت لأي صديق ديالك الفلوس انطلاقا من الحساب ديالك وكذلك ممكن لك الشراء أو القيام بأي خدمة عن بعد وسبقا كانت هذه النوعية من الحسابات لا تتيح لك الاستفادة من أي بطاقة بنكية للسحب أو الدفع لكن مؤخرا لاحظنا أن العديد من الأبناك أصبحت تعطي بطاقة عند الطلب يعني إلا قمتين تاب بطالب بطاقة بنكية خاصة بهذا الحساب فكيقدموا لك هذه البطاقة ومقابلها كيقدعوا لك كل سنة 50 درهم حسب كل بنك وهذه النسبة كترتفع أو لا كتنخافض حسب كل بنك على أحد أما بالنسبة للرسوم الخاصة بالحساب فهي تبقى مجانية وكذلك في حالة أنك ما تطلبتش هذه البطاقة فالحساب ديالك يبقى مجاني ومعليه تشي اقتطاعت إذن غنزوا دبا المميزات ديال هاد الحساب الخاص بالتوفير أولا من عدم الرسوم أو الضرائب يعني ما كتخلص عليه والو زره درهم كيمكن لك كذلك الإدخار بطريقة دكية بحيث أنه إن بلغ حتطي ما كيكون فيه تاقتطاع وبالتالي كيكون محفظ وكذلك الميزة الثالثة للعديد كيعتبرها ميزة زوينة أنا بالعكس كنت أعتبرها ميزة خيبة هي نسبة الفائدة التي تضاف لحسابك إما على ثلاث أشهر أو ستة أشهر أو سنة ونصيحتي إخواني إياكم أن تأخذوا هذه الأموال فهي ربا ومن علم بأنها ربا واستفاد منها فليستعد لحرب من الله ورسوله أن جانا الله وإياكم إخواني مصدق لقوله تعالى بعد أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إذن الرسالة إن شاء الله تكون واضحة إذن الآن سنهضر على أفضل بنك أو أفضل وكالة يمكن لنا أن نفتح بها هذا الحساب التوفير الخاص بنا من بعد عدة أبحاث قمت بها تبين لي أن جميع الأبناء المغربية سواء بريد بنك، تجاري وفا بنك، البنك الشعبي، البيم سيو، البيم سيي وجميع الأبناء الأخرى تقدم نفس الخدمة مجانا وبالتالي يبقى العامل الرئيسي لاختيار البنك هو اختيار الأفضل من ناحية الخدمات والأقرب ومن خلال تجربتي فالبنك الشعبي هو الذي تتوفر في هذه الصفات حيث أن القرب فكما تلاحظون البنك الشعبي هو الأكثر انتشاراً في شوارعنا ومتواجد كذلك في الدواوير وحتى المناطق النائية ثم جودة الخدمات وسرعتها بحيث يمكنك إيداع والسخراج أموالك بكل سهولة وفي وقت وجيز دون أي مشكلة إذن إخواني كخلاصة من أحسن الأبناء اللي تقدروا تفتحوا بها حساب ديالكم هو البنك الشعبي وهذه النصحة اللي كان قدمها لكم يعني ما عندي تشي إعلان لشي بانك أخرى ولا أنني كان نحاول ندير لها إشهر ولكن انطلاقاً من تجربة ديالي وكنصحة أخوية مني لكم ولكل واحد وجهة نظر والأدواق تحترم ولا تناقش إذن إخواني وصلنا لنهاية الفيديو ديروا جيم وبرتجوا الفيديو باش يوصل لعدد كبير من الأصدقاء وأي سؤال وجهكم ديروا في تعليق قد جاوكم عليكم إن شاء الله أول بأول ولكنت أخي أختي هدية أو زارك للقناة لا تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول